ترى وزير الخارجية التركي مولودة شاوش أغلو من أن الصراع الليبي يهدد بنزلق البلاد إلى الفوضى ومن أن تصبح البلاد سوريا القادمة يتهاث بينما بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمستشارة الألمانية أنجلا ميركل الوضع في ليبيا وتصديف العاصمة البلجيكية بروكسل اجتماعا رفيع المستوى لمسؤولي وزارات خارجية إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا غدا الأثنين لمناقشة مستجدات الوضع الليبي فيما تدخل الأزمة الليبية منعطفا جديدا من العمليات العسكرية والتحالفات الإقليمية لا تتوقف صور الضحايا من المدنيين وامتلكاتهم عن المشهد ضحايا دفعت وزير الخارجية في حكومة الوفاق الليبية محمد سيالا إلى توجيه رسالة إلى مجلس الأمن الدولي أعرب فيها عن استنكار حكومته لما وصفه بالعجز الواضح حيال جرائم حفتر ضد المدنيين والمنشآت العامة الليبية أما ممثل الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة فاكتفى بإدانة استهداف المدنيين معطيات تتزامن مع مذكرة تفاهم موقعة بين حكومة الوفاق وتركيا تزداد معها وثيرة التحرك في الملف الليبي بانتقال الحديث من الاتفاق البحري الموقع بين الحكومتين في أنقرى وطرابلس إلى الحديث عن اتفاق أمني تركيا اليوم تتأهب لإرسال جنودها إلى ليبيا وهو أمر أكده وزير دفاعها مشددا على أن قوات بلاده مستعدة لتولي مهام حماية حقوقها ومصالحها في الداخل أو الخارج أما وزير الخارجية التركي فنبه إلى أن الصراع الليبي يهدد بانزلاق البلاد إلى الفوضى محذرا مما وصفه بسوريا أخرى تحول دراماتيكي في المشهد الليبي مع احتضان العاصمة البلجيكية بروكسل غدا اجتماعا لمسؤولي وزارات خارجية إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا لمناقشة مستجدات الوضع في ليبيا وفي الوقت الذي تنفي فيه حكومة الوفاق وجود مقاتلين سوريين كشف تقرير عسكري تركي حاجة ليبيا إلى دعم جوي على صعيد متصل نشرت القوات البحرية المصرية عددا من قطعها في المنطقة المقابلة لمعبر السلوم من بينها قطع مجهزة بمعدات تشويش واستطلاع لرصد المساعدات التركية المتوقع وصولها إلى حكومة الوفاق دور مصري سبقته دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الأميركي دونالد ترامب للعب دور حاسم لإنهاء الأزمة في ليبيا قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري أن حكومة الوفاق الوطني في طرابلس طلبت رسميا من أنقرة دعمها بقوات تركية لصد هجوم اللواء المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة وضف المشري في حديث خاص للتلفزيون العربي أن حفتر يستعين على الأرض بفرق قتالية من السودان وأفريقيا وروسيا إضافة إلى دعم عسكري ولوجستي يطلقاه من دول عربية وأوروبية فعلا نحن طلبنا من تركيا رسميا تفعيل الاتفاقية والاستعانة بقوات من تركيا عندما نقول قوات من تركيا نعني قوات من تركيا يعني قوات تركية نظامية ويكون الاستعانة المحددة طبقا لما يراه القادة العسكريين في ليبيا وتركيا وحسب عمليات معينة وضف المشري أن حكومة الوفاق في طرابلس لديها من الجنود والمقاتلين ما يكفي ولن تنتظر من الجنود الأتراك خوض معارك في الميدان وأوضح أن عمل الأتراك سيقتصر على مهام التخطيط والتوجيه العسكريين وتنفيذ عمليات خاصة نحن لا نميل إلى وجود عدد كبير من القوات نحن لدينا مقاتلين كفاية فقط نحتاج إلى دعم لوجستي دعم ما يتعلق المعلومات ربما عمليات ضد طبيعة خاصة بحرية أو جوية أو حتى برية لكنها محدودة وإنما الاعتماد الأكبر على الدعم أكثر من الاعتماد على مقاتلين لدينا الحمد لله العدد الكافي من المقاتلين لكن نفتقد إلى الأسلحة النوعية وإلى المعلومات وإلى التجسس وإلى التشويش وإلى الضربات الجوية للمزيد عن أشأن الليبي ينضم إلينا من العاصمة الألمانية برلين الكاتب السياسي زاهي علاوي ألا وسهلا بك سيد زاهي إذن بروكسل تصديف غدا اجتماعا رفيع المستوى لمناقشة الأزمة الليبية ما المرتقب برأيك من هذا الاجتماع وهل يمكن للدول الأوروبية أن تساهم في إيجاد حل للأزمة الليبية أم هي جزء من المشكلة أعتقد أن الجملة الأخيرة هي الأقرب إلى الصواب أنها جزء من المشكلة خاصة وأنه لا يوجد هناك توافق أوروبي حول الأزمة الليبية لا يوجد هناك رأي موحد فلو نظرنا إلى إيطاليا وحكومة كونتي رأينا أنها تدعم حكومة السراج بينما الرئيس الفرنسي يدعم حفتر وبالتالي هناك خلاف كبير حول آلية التوجه إلى حل مشترك يمكن أن يصل إلى إيقاف الحرب في ليبيا وأعتقد أن تعنت حفتر دفع الأوروبيين للحديث وللبحث عن حلول مختلفة التخوف الأكبر لدى الأوروبيين أن تتحول ليبيا إلى مصدر للاجئين خاصة وأننا نتحدث عن ستمائة إلى ثمانمائة ألف لاجئ موجودين في ليبيا وبالتالي أعتقد أن المشكلة الأوروبية تكمن في عدم القدرة على إيجاد حل موحد وتوافق على رأي موحد في آلية الدعم الذي يمكن أن يخدم إلى ليبيا يعني كما تشير الأوروبيون مختلفون وتتباين مصالحهم ولكن ربما يتفقون أو اتفقوا على إدانة اتفاق تركيا مع حكومة الوفاق وهناك على ما يبدو أيضا تجاه أوروبي على رفض أي حسم عسكري في الميدان الليبي كيف تتوقع أن يترجم ذلك بخصوص كيفية التعامل مع تركيا كيفية التعامل الاتحاد الأوروبي مع تركيا طبعا الاتحاد الأوروبي وخاصة هذا الرفض الواضح لأي عملية عسكرية أو لأي اتفاق تركي ليبي بهذه الصورة يأتي من أن أردوغان دائما يحاول الضغط واستخدام ورقة اللاجئين واستخدام ورقة الضغط على أوروبا باستخدام اللاجئين فبالتالي الأوروبيون متفقون على رفض أي تدخل تركي لأن هذا سيزيد من تعقيد الأمور هذا سيزيد من الإشكالية وسيدفع المنطقة إلى حرب جديدة إلى نزاع جديد يزيد من عدد اللاجئين الذين سيسعون للبحث في كيفية الوصول إلى أوروبا وبالتالي هناك أيضا رفض أوروبي كامل لتحركات الرئيس التركي بهذا الاتجاه ومن هنا جاء كما قلت هو التخوف من أن تقوم تركيا بتصعيد الأزمة بدلا من تخفيف الأزمة في ليبيا وتأجيج الصراع خاصة وأننا نعلم أن الرئيس السيسي يدعم الخليفة حفتر وهناك أيضا رفض من دول المنطقة لأي تدخل في هذه الشؤون وبالتالي حتى أن الرئيس السيسي قالها صراحة أن أمن ليبيا هو أمن قومي وبالتالي هذا ونحن نعرف ونعرف الخلاف التركي المصري في كثير من القضايا وفي المرحلة الحالية نحن جميعا نعلم أن حكومة الوفاق تتلقى الدعم فقط من تركيا وقطر وبالتالي هناك نوع من الصراع على النفوذ في المنطقة وضع حتى الفترة شكرا الكاتب السياسي جزيلة شكر زاهي علاوي من برلين على كلنا شأن الليبي أثار ردودة فعلا على مواقع التواصل الاجتماعي نرصد بعضا منها مع دانيا أرشيد إليك دانيا شكرا ندين تدخلات دولية بالشأن الليبي وردود أفعال متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي والليبيون أصبحوا الحلقة الأضعف في الصراع كما يقول محمد أحدهم يقول طبعا إيطاليا بإمكانها الوقوف في وجه تركيا الحكومة الإيطالية تواجه مجموعة من التحديات والقضايا المصيرية التي قد تعصف بالتحالف الحكومي ومنها قضايا خارجية تشغل بال الإيطاليين وعلى رأسها الدور الإيطالي في ليبيا ديب يحلل قائلا مكالمات ماراتونية بين الرئيس التركي أردوغان والرئيس الروسي والمستشارة الألمانية ميركل حول ليبيا ألمانيا ستستضيف مؤتمرا يتعلق بالقضية الليبية تركيا سترسل قوات بموجب الاتفاقية العسكرية مع حكومة ليبيا الشرعية وبوتين يتحدث لمشاريع البحر الأبيض المتوسط وأيضا لديه رسائل من عدة أطراف آخر يقول تركيا أرسلت منتصف شهر ديسمبر الحالي قوات تم تدريبها من طرف شركة سادات الأمنية شركة تركيا إلى ليبيا وتتمركز تلك القوات حاليا في الجنوب الغربي لليبيا لا أعتقد أن تركيا كانت ستقوم بهذا دون تنسيق مع الجانب الجزائري لأن المنطقة تقع على الحدود الجزائرية أحدهم يسأل وهل هذا الخبر صحيح أم للاستهلاك العربي ولو لم تطلق أمريكا يد تركيا فهل كانت ستتجرى على القيام بأي عملية في ليبيا في ظل صمت أوروبي بعد كل الخسائر التي قام بها الميتو للإطاحة بالقذافي وهل عوضت تلك الدول خسارتها من النفط الليبي؟ رصدنا لكم جانبا من ردود الأفعال حول آخر تطورات الشأن الليبي على مواقع التواصل الاجتماعي شكرا وبالعودة إليك شكرا لك يا دانيا شكرا لك